سلام عليكم كديرين لبس عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد فيديو جديد اليوم ان شاء الله سوف نتشارك معكم فطور مغربي اصيل بامتياز حاولت نتشارك معكم ما امكن تقريبا جميع المكونات اللي ممكن يكونوا فطور مغربي سواء انا فطرته في الدار او فطرته على برة في قهوة او غسطور سوف نتشارك معكم جوش الوصفات اللي هي وصفة الاملو الوصفة الحسوة اللي كتكون تهي حاضرة بقوة في الفطور المغربي مع هاد البرد كتكون اياها ديك و حاولت ندير اشنو ممكن يكون في الفطور المغربي صراحة ناقص بزاف الحوائج ما كاينينج ولكن درت معاكم ما امكن المكونات اللي كيكونوا ضروريين في الفطور بما ان انا اتشاركت معكم بزاف الانواع دي الفطور دي البلدان قلت نتشارك معاكم حتى الفطور المغربي الضروري نبدو على بركتي الله الوصفة الاولى دي الاملو اللي هي الساهلة بزاف ويقدر اي واحد يديرها عندي 250 غرام ديال اللوز كنغسلوه ونخليوه نشف مزيان وندخلوه الفران يتحمر كيما كنشوفو معايا اللوز دي محمر كاز زيت العود وجوش المعالقة كبار ديال العسل كيكونو دافيين ما كيكونش بارد ومعالقة كبيرة ديال سكر غلاسي كيما قلت لكم املو معروف كيكون فيها زيت ارغان بما ان ما عندناش زيت ارغان غنديروه بزيت العود كي يجي لديد بزاف و الساهل في التحضير والديد كأنه بارغان لديد بزاف غدي ناخد اندوتخوا المكينة المعروفة اللي عندنا في المغرب في اي اضار كينا غدي نتحنلوه مزيان حتى يخرج منو الزيت اللي فيه هكا كيما كتشوفو غدي نتحنوه مزيان ومن بعد غدي نديرو في أبرا اخرى اللي هي كتكون محلولة من الفوق او تقدري تديري حتى الكأس ديال العاصر اللي كتتحني فيه العاصر حنت شاوتي تتحل من الراس الفوق حنت شوية كتتحن ومن ثم تزيد المكونات بشوية بشوية ما خسكش بقي تسدي وتحلي وتعاودي تدير المكونات اللي غدي تطيري سوف نضيف الزيت بشوية بشوية حتى نكمل الكأس ديالي كامل كما قلت لكم كي يجي لديد بزيت العود بزاف 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 منين كي يكون متوفر عندي ارغان كنديرو إلا ما كانش عندي ارغان كنديرو بزيت العود كي يجي لديد بزاف سوفي غدي نبقى ننضيف الزيت حتى نسالي الكأس ديالي ما كان بريش عقد كان بريش يكون شوية مطلق ما كان بريش يكون عقد ومن بعد غدي نضيف جوش المعالقة ديال العسل كما قلت لكم يكونوا دافين كما كتشوفوا معي مخصوم شيكونوا ناشفين زعم العسل كما كان عارفو كيكون تقيل ومن بعد غدي نضيف سكر غلاسي اللي هي معالقة كبيرة ديال السكر غلاسي لنضيف سكر سنيدة نحاول نضيف السكر غلاسي بشي لكي يجليس ما كتبقيش ديال السنيدة تحسي بها في الاملو ديالك ومن بعد كنت قوم تحنو كما كتشوفوا حتى كنحس بالمكونات كاملة نتجانسو وصافي وكيكون تكون عندي اه 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 املو ديالي كما قلت لكم ساهل وانا امساكد ايجربتوه غدي يعجبكم انا ما كان ديرو شبزز ارغان إلا كان مصفر عندي وكيما كتعرفو مشي ديما كيكون فالبيوت مصفر زيز ارغان اه اه اصافي هنايا غدي نمشيو للوصفة التانية ده بساليت الوصفة اللولة غدي نديرها في شقر عادية للزاج باش نحتافظ عليها ونخليها عندي فضار كيما كتشوفوها وميتين وخمسين جرام كونت اه املو اه مغاليش رخيص ومزيان درتو فقر على الزاج سوف نحتفظ به سوف نمشي الوصفة الثانية اللي هي عبارة عن الحسوة ضروري الحساء المغربي ديال السميدة كي يجيل ديد بزاف أنا هنا ياخدت المكونات اللي اخدت تقدروا تديروا غير مكون واحد اللي هو السميدة أو البلبولة أنا هنا شركتهم بجوج درت تقريبا بول كبير ديال اللي بين البلبولة وبين السميدة المتوسطة למ�اشى الغليضة عندي بصلا تقطو معلاجوجة واحفة صغيرة معامراج يلكمون وصغيرة Purple Shad وصغيرة البلبولة وصغيرة الحبة السوداء والملحة nós لزيت بلدية لنقذ التنجراء الكوكوت اللي غدية حسبوة ديالي ونضر فيها دوكوagnfen ونشغني ك stereكس معكو مGeneral إلا سميدة أو البلبولة سميدة المتوسطة أو البلبولة أنا أخلطهم سوف تجعلها جيدة بحيث الماء غلى وحتى البصلة ستبالك طابت يعني منين ستبالك البصلة طابت سوف تبالك الماء غلى عندنا سوف نحيد البصلة من الكوكوت أو الطنجرة سوف نحيد من البصلة سوف نضيف سميدة أو البلبولة بشوية بشوية سوف نخلطهم ونغطي عليها ونحركهم ونغطي عليها ومرة مرة نطلع عليها في نوصلات ونقل سوف يتغلها ونقل سوف نحرك الحليب مبارد ومدافئ لحرارة المطبخ سوف نحرك فيها قليلا حيث الحليب يبدأ يغلي سوف تكون الحسوة طابت و سهلة في التحضير و ديدة بزاف و ديال الجو والبرد و كما قلت لكم حتى هي تكون حاضرة في الفطور المغربي صراحة كان بزاف الأنواع ديال الحسوة ولكن هذي هي ديال الجو ديال ندي البرد تقدري تستغني على سانوج و على حب رشاد كما أنك تقدري تخليهم بما أنه البرد علش الله كتجيب هاد الشكل هذا لديدة بزاف وسهلة في التحضير و كما شفصوا ما كتجيش معاقدة بزاف من بعد غدي نساقل غدي يكون الخليع طبعا منين غنقولوا فطور مغربي غنقولوا البيض بالخليع ضروري و مؤكد سفي كان طيب الخليع قاع المغاربة كيعرفوا يطيبوا الخليع بها الطريقة الخليع بالنسبة اللي ما كيعرفوش المغاربة أما بالنسبة للناس اللي ماشي مغاربة غدي نقولها للصحابات الجزائريات و مرحبا بكم بالنسبة لكم الخليع هو واحد الحم كيكون ناشف في واحد كيكون طيب في الشحمة و إن شاء الله غدي نتشاركو معاكم شي مرة سفي هنا ياملو ديالنا كيما شفتو هنا يحضرتو حطيتو في طبصيل ديالو الحصوى درناها في السوبيرا كين الخليع درناها في تواجنات حاولنا نديرو الخليع في تواجنات نقدمو الطريقة زوينا أسعى ضروري كيكون حاضر بقوة في الطابلة المغربية سوف نضعوا الكمفوتور، الزبدة، الجبن، زيتون الكحل، زيت العود، زيت الزيتون هنا هاد الحليب كيكون بانايا ما تشاركوش معاكم إن شاء الله مبعد شي مرة نشاركو معاكم الحليب باللوز بعقدة اللوز و المظهر والأخوة هنا لدي الأننس مقطعين و اللوز يعودوا الصفح مقطعينهما بالمظهر و ينسلو و ينشبكيه كما تشوفوا معايا الطاجين البيض بالخليع يكون لديد بزاف بزاف هذه هي الطابلة لنا إن شاء الله سوف نتشاركو معاكم حسن الرقاقي هذا النوع الرقاقي يأتي لديد بزاف سهل في الحضير و ناجح 100% إن شاء الله سوف نتشاركو معاكم و الحرشة طبعا حتى هي كتكون حاضرة في الفطور المغربي و خبز الدار ضروري منه سوف يكون هذا هو الفطور المغربي بمتياز الملاوي طبعا حتى هما كيكونوا حاضرين وهذا هو الطابلة اللي كتكون ديال الفطور المغربي طبعا ما تشاركو معاكم بزاف الحويج كيكونوا مدرسهم شانا كيكونوا بغرير كيكون سفنج كيكونوا بزاف المكونات ما كينينش دابا ولكن حاولت نشاركو معاكم الأغلبية الأغلبية هذا الحليب باللوز بعقدات اللوز و المظهر كي يجي غزال بزاف لديد بزاف بزاف ففي هذا هو الفطور المغربي كيما قلت لكم بمتياز كنتمنى يكون عجبكم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم و كنتمنى تكونوا شفتو حتى الأخر نتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديد و نهار جديد بسلام عليكم و شكرا بزاف على المتابعة و كنتمنى لأول مرة غدي يشوف لاشين ديالي و إلا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك و إلا أول مرة غدي تشوفوا لاشين ديالي دولوا لي أبوني شكرا لكم بزاف و شكرا على تشجيعاتكم نتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديد و نهار جديد بسلام عليكم اشتركوا في القناة Airlines سلكتصوح 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 المقواد ستصوح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة